لنفترض أننا قمنا برمي جسم في الهواء بزاوية أو لنفرض أن السرعة هي S نسبة إلى السبيد أي السرعة والزاوية فوق الأفقي هي θ إذن هذه الزاوية هي θ إن الذي أريد أن أقوم به في هذا الفيديو هو أن أجد كم المسافة التي سوف تقطعها كاكتران في الزاوية وكاكتران في السرعة ونستطيع أن نفرض السرعة المعطاة هي قيمة ثابتة إذن هنا سطح الأرض هنا سطح الأرض ونريد أن نعرف المسافة التي سوف يقطعها هذا الجسم أو هذا الشيء إنها سوف تتحرك في ذلك القطع المكافئ ذلك القطع المكافئ وسوف تصيب الأرض عند نقطة معينة إذن هذه عند المسافة تساوي الصفر نستطيع أن نسمي المسافة هنا بـ D والآن إذا قمت بحل أي مشكلة مثل هذه وقمت برامي شيء ما بزاوية الخطوة الأولى هي تحليل ذلك المتجه ذلك المتجه له مقدار واتجاه المقدار هو S وقد يكون قدم في ثاني أو ميلا لكل ساعة والإتجاه هو ثيتا إذا كان لديك S وثيتا سوف تعطيني متجها إذن الذي أريد القيام به هو تحليل المتجه إلى مركبة أفقية ومركبة عمودية ثم حساب زمن التحليق وإذن حساب المسافة المقطوعة في المدى الأفقي فلنقم برسم متجه هناك ومرة أخرى مقدار المتجه هو S لذلك يمكنك أن تتخيل طول المتجه S والزاوية هنا نحو اليمين هي ثيتا والزاوية هنا نحو اليمين إذن هي ثيتا ولنقوم بتحليل المركبة العمودية سوف ننشئ مثلث وسوف نستخدم النسب المثلثية الأساسية لنقوم بعمل ذلك إذن هذا سطح الأرض أستطيع أن أرسم مثلثا من أعلى ذلك السهم الرسم خط عمودي لإنشاء مثلث وطول أو مقدار المركبة العمودية للسرعة سوف يكون ذلك الخط في اليمين إذن سيكون هذا الخط ويمكنك أن تتخيل هذا يساوي طول الخط يمثل السرعة العمودية إذن هذه المركبة العمودية للسرعة هذه هي المركبة العمودية دعنا نسمي هذا ربما السأوي وهذا الطول في اليمين يمثل طول الجزء من هذا المثلث إذن هذا الطول في اليمين يمثل طول الجزء في هذا المثلث لنقوم بذلك بلون مختلف طول هذا الضلع من هذا المثلث هو معدل السرعة الأفقية المركبة من هذا الجزء تمثل المركبة الأفقية وسوف أكون أكثر دقة عندما أتكلم عن السرعة سبيد أو الفيلوسوتي لأن السبيد هي مقدار السرعة فقط إذن المقدار هنا سوف يكون السبيد في الأفقي وسوف نوضح ذلك باستخدام النسب المثلثية هذا هو المثلث هذا هو الوتر ويمكن أن نكتب هنا سوف أكتب ذلك بالأصفر سوى كتوى سوى كتوى وتعني القيام المثلثية وهذا يعني أن الجيب ساين هو المقابل مقسوم على الوتر وجيب تمام كوساين هو المجاور مقسوم على الوتر والظلتان هو المقابل مقسوم المجاور لذلك نحن نفترض أننا نعلم قيمة ثيتا ونريد أن نجد المركبة الأفقية والمركبة العمودية إذن ماذا ستكون المركبة العمودية؟ حيث أن المركبة الأفقية مقابل لثيتا ونحن نعلم أن مقدار الوتر يساوي إس إذن يوجد لدينا ساين أي جيب ثيتا إذن ساين ثيتا أو جيب الزاوية ثيتا سوف أكتب ذلك بلون الأخضر لأن الاتجاه الرأسي مرسوم بالأخضر إذن جيب ثيتا يساوي المقابل يساوي المقابل والذي يساوي مقدار المركبة العمودية والجانب المقابل هذا الجانب نحو اليمين مقسوم على الوتر إذا أردنا أن نحل المركبة العمودية المركبة العمودية للسرعة سوف نضرب طرفي هذه المعادلة بالقيمة إس إذن سوف نحصل على إس ساين ثيتا أي إس مضروبة في جيب الزاوية ثيتا هذه تساوي المركبة العمودية إذن المركبة العمودية تساوي إس ساين ثيتا أي إس مضروبة في جيب الزاوية ثيتا والآن المركبة الأفقية سوف نفعل نفس الشيء لن نستعمل ساين سوف نتعامل مع المجاور للزاوية كوساين يتعامل مع المجاور والوتر إذن جتا الزاوية ثيتا تساوي المجاور مقسوم على الوتر إذن المجاور للزاوية إذن هذه السرعة الأفقية مقسومة على الوتر الوتر يقع هنا للمين مقسوم على S إذن إذا قمنا بحلها للمركبة الأفقية للسرعة السرعة الأفقية أو المركبة الأفقية أو مقدار المركبة الأفقية سوف نضرب طرفين معادلة بS وسوف نحصل على S كوساين ثيتا أي S مضربة في جيب تمام الزاوية ثيتا إنها تساوي المركبة الأفقية والآن نحن نعلم مقدار السرعة في هذا الاتجاه في المركبة الأفقية ونحن نعلم أن هذه سوف تكون S كوساين ثيتا ونحن نعلم أن في الاتجاه العمودي في الاتجاه العمودي إن المقدار هو S ساين ثيتا أي S مضربة بجيب الزاوية ثيتا إنه S ساين ثيتا إذن لقد قمنا بتحليل السرعة إلى مركبتين والآن نحن جاهزون لحساب زمن التحليق